من المتابعات للشأن المصري نذهب لمتابعة الشأن الإقليمي كل يوم بنتابع كل يوم كل لحظة الحقيقة وإحنا بنتابع كل الأخبار اللي جاية من قطاع غزة في شمالها وسطها جنوبها وكلها أخبار الحقيقة شديدة التوتر النهاردة جدد الاحتلال الغاشم قصفه بالمخلفة للقانون الدولي واستمرارا لتحدي محكمة العدل الدولية وتجهل أمرها بإيقاف العملية العسكرية في رفع طران الاحتلال شن غارات استهدفت قيام النازحين تاني في منطقة المواصي وتم تأكيد استشهاد 21 فلسطيني حتى الآن وطبعا العدد مرشح للزيادة تأكيدا على الموقف المصري الرسمي الدعم لغزة والباحث عن إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كهل الأشقاء الفلسطينيين مصدر رفيع المشتوى قال للقاهرة الإخبارية إن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة وأكد تمسك الدولة المصرية بموقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي المصدر أكد إبلاع كافة الأطراف المعنية بأن إسرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية بيضعف مسارات التفاوض وبيؤدي لعواقب وخيمة مصدر رفيع المشتوى أضاف للقاهرة الإخبارية إن مصر بتكثف جهودها لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر